في الاسحاء الخامس تحت عنوان تنقية المحلة من العدد واحد للعدد اربعة في نص بيقول فيه وكلم الرب موسى قائلا اوصي بني اسرائيل ان ينفوا من المحلة كل ابرس وكل ذي سيل وكل متنجس لميت الذكر والانثى تنفون الى خارج المحلة تنفونهم لكي لا ينجسوا محلاتهم حيث انا ساكن في وسطهم ففي عندك نقطتين مسألة النفي ان هما بينفوا الذكر او الانثى اللي متنجس باي طريقة من الطرق ومسألة ان الاله ساكن في وسطهم طبعا فيه نصوص في العهد الجديد بتبين ان الاله لا يسكن فيه هياكل مصنوعة بالاياد والكلام ده كله ففيه نوع من انواع التناقض لكن هنا انت بتفهم مسألة ان الاله فيه نوع من انواع المعية مع بني اسرائيل ساكن بقى مش بالضرورة ساكن بذاته لكن المقصد يعني ان ده مكان مقدس وهكذا وان بما انه مكان مقدس وفيه نوع من انواع المعية الالهية فبالتالي ماينفعش يبقى فيه نجاسة طبعا بغض النظر ان الشريعة الاسلامية تقول ان المؤمن لا ينجس وان احنا ما بنقولش انه شخص نجس وينجس غير وهكذا في الاسلام ما بنقولش كده لكن هو بنقول انه هو في حالة غير طاهرة ويجب ان يتطهر وهكذا لكن ما بنقولش عنه نجس وينجس ولا عزو بالله المهم هنا بتجد مسألة النفي نفي يعني ينفو من المحلة المقدسة طب مين اللي هيحل عليه ظروف تجعله نجس اكثر الذكر ولا الانثى طبعا بطبيعة الحال بحسب الدورة الشهرية والامور النسائية دي الانثى هي التي ستصاب بالنجاسة بحسب تعبير العهد القديم فبالتالي بانت ستعامل المرأة ازاي ارميها في الصحراء على بالما تتطهر دي مسألة طبعا قلت قبل كده ان في العهد القديم ممكن تكون شرائع مغلظة بسبب ان بني اسرائيل كانوا بيزيغوا عن عبادة الله وعبدوا العجل وبيعبدوا اليها اخرى من الشعوب اللي كانت محيطة بهم والكلام ده كله ما فيش اي مشكلة احنا بنمتقد بحسب الظاهر يعني ممكن دي تكون فعلا شريعة الهية ان كعقوبة او تجديد او تغليظ عن من الله عز وجل عليهم اللي يصاب بنوع من انواع عدم الطهارة ده تنفوه خالص من المحلة يترمي في الصحراء بغض النظر لكن احنا بنقول حال عند المسلمين مختلف تماما النقطة التانية بتاعت حيث انا ساكن في وسطهم نوع من انواع المعية الالهية لكن هذه المعية الالهية بتتنافى مع النجاسة وعدم الطهارة فاحنا بنقول ايه اذا كان النص هنا بيقول حيث انا ساكن في وسطهم يعني مش حلول واتحاد حقيقي زي التجسد فبالتالي كيف يتحد الاله بالانسان والانسان قطعا ولا شك يحمل بين جنبيه العذرة وبقايا الطعام وهكذا وقطعا ولا شك سيكون في موضع تجعله نجس بحسب شريعة العهد القديم فازاي الاله يفضل متحد به والاله لا يحب ان يكون في المحلة المقدسة شخص متنجس وزي ما هنقرف في سفر التاثنية ايضا ان الاله بيأمرهم بامور معينة خاصة بالتعامل مع فضلاتهم علشان الاله او او الرب او ملاك الرب او ايا كان وهو سائر في وسطهم لا يجد نجاسة وإلا سيذهب عنهم فبالتالي احنا بنفهم ان امور مثل هذه غير متفقة مع القداسة الالهية فكيف ان الله عز وجل يحل في الانسان ويتحد في الانسان وهو يحمل بين جنبيه العذرة وقطعا ولا شك سيمر بمرحلة تجعله نجسا بحسب الشريعة بحسب شريعة العهد القديم اشتركوا في القناة